اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الساعة الثانية من ما تنالي افهم الساة نوف مرحبا بكم اذا كانكم تسمعوا فينا على المباشر من كرهبكم ولا في دياركم ولا اذا كان مشين تقضي ولا اذا كان فقتوا الصباح والقيتوا الماء مقصوص وانتم تلوجوا على المعلومة اللي جيدكم من السناد اللي هذا كان موضوع حديثنا الساعة الثانية معايا قاعد معنا هو اليوم حبينا يقعد معنا اكثر حازم مرحبا بك حازمك سوري والتحيقوب بنا رفيق بجدرية مرحبا بك صباح الفل صباح الخير والهني صباح البنان حبينا تركينا حديثنا البناطور حكو عليهم بعد داركم طيب ومركبه دكتور لبس 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 تخلت في الأجواء الرمضانية بس لبس بس لبس هيا بس الثمانية وثناشين دقيقة موعد Gatassurance Gatassurance partenaire de votre sécurité routière آي سيدي بعد ما حكينا على Gatassurance ساعلو لتوجه موعد الربح مدت مئت يوم مئت يوم كاملة Gatassurance الدلل الحرفي متاحها اللي ما عملوش ديز اكسيدان فوتيف مدت خمسة سنين وتهديلهم كارت كاربيران توتال انيرجي بمبلغ خمسمية دينار هيا حلو لفيا شكرا للسيدة المخرجة اللي تحلمها كأنو كل دقيقة تابتلها يابتلها دينار وتقريبا واذا يش قاعد حصلها كي تجي ليفهم كل ساعة ما يتيحوا يتيحوا أكثر برشة من دينار بيسكو تخلص بالساعة هيا تيراج السور عملتو Gatassurance بحضور عدل منفذ والربح معانا اليوم السيد سامير بن حميدة من تونس اللي حاضر معانا بالتليفون سي سامير صباح الفل صافير لبا سي سامير صباح الفل يا فكتشح هيا مبروك عليك يا سيدي هالكارت هذي خمسمية دينار يا عيش براك الله فيك هيا بي اربحت كارت كاربوران total energy قيمتها 500 دينار انتي سي سامير ومنين وين تسكن نسكن في تونس اريان تسكن في اريان اذي الارم كاربتك وانتي السورية عند اجنس نادرة المباركي هك ولا بذب بذب وين موجودة لنادرة لنادرة موجودة في سكرة موال لنادرة موجودة في سكرة وانتي خمسة سنين تبارك الله من غير حتى اكسيدان استحقت حية كبيرة شنو السرر شنو السرر في هال المواظ في السوقان البي الوالد كان يقول لي اعتبر اللي سوقوا لكلهم مهابل كان انتي بعقلك هم يتعدى وانتي يتعدى هذي احسن نصيحة ممكنة وانتي استعملت كلمة مهابل كنا نجمو استعملوا كلمة اخرى اما مهابل ملطفة اي لا معقول معقول جدا جدا تدبتي للكوندويت متاعك كي غيرش يقولوها الاخطر الاخطر سائق ممكن يجي في الاتجاه المعاكس بطبط اللي هو خليه يتعدى داوي اعمل داوي امر قليق رأي هاي يبي قدش لك انتي مع قات اسورانس عم دي زاني دي زاني نسيت معنى حساب تلمان دي ما معها وكهو هاي يبي عندك مرأة عندك أولاد اي بان شي عرش عن دي شاع قدش لك مع المدام قدت اسورانس مازل تفكر شايد الحساب ولا لي مع المدام زيدة معان شايد الحساب اكثر من 30 منها تبارك الله تبارك الله هذه عشرة طويلة يا سيدي ربي فضلك لها وربي هنيكم ومرأة اخرى قولولك مبروك يا سي سامير ومبروك الكارت كاربيران total energy بقيمة 500 دينار ان شاء الله يا سيدي منتاو قولولك شايد طيبة سي سامير بنحميد الفائز ونذكركم بموعدكم مع Gat Assurance كل يوم في متين اليافاء Gat Assurance partنار دو سيكوريتي روتيère هيا بي تاو عنا متى ولا ترافيق قالوا للي دي ما نغرت دي ما ترافيق تاو ترافيق ننسى المتى تارف عليش خات المتى وما فيش تشويق معاني تاو تقص تقريبا ومعاكم على صورة اليوم هي صورة توجع شوية تنكتشوها بعد شوية ونعط باريا ما بعضنا حتى لتسعة مرافيق بجدرية وحازم لكسوري صورة اليوم للي تبعوا فينا عبر فيسبوك أو عبر اليوتيوب الصورة هذية هي صورة لبطلة عالمية بطلة تونسية معروفة جابت عدد كبير من الألقاب في رفع الأثقال البطلة هذية غفران بالخير مشيت في تربص مهم للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال في أسباكستين وها تتصور لظروف الإقامة موجودة أو الحاجة في شقها معدد كبير من الناس يبدو أنه ما فهماش دور مياه ولا دورة مياه مقصوصة يبدو كذلك أنه تسكن مع ناس حتى علاقة بالرياضة يعني أنه وكأنه تم ما تمش تحذير التربص هذية وبعثوا بطلة اللي تنجم جيب الألقاب العالمية غفران بالخير وجيب بتقبال القبع العالمية في الأواسط وفي الأكبر في ظروف أقل ما يبقى لعنها أني مشبوهة رفيق ساعات صورة تحكي أكثر من ختاب كامل معنى والله كي تشوف الصورة وتشوف البالماريس نتع غفران بالخير في الأربعة والخمسة مسابقات اللي فات وتقاها جايب مديليات ذهبية كي تحسب أنت قداش عنا مديليات ذهبية في تونس معنا في الكل وتفهم قداش الصورة هذية توجع كيف نبعث بطلة عالمية البلاد بعيدة لنا الحقيقة ووزباكستان بعيدة لكن يوزباكستان عندها تقاليد في الرياضة مطيحة ولكن بعيدة علينا خاطر اللوجيستيك زي ما تتحذر تبعث تشوف حتى شنو محتو تميكل على الطاولة بالنسبة البطلة اللي تحذر في يذور بطولة إفريقية في غانا شكرا في شر جوا تفهم كونه هالسورة هذه الحقيقة توجع وصادمة وتحشم تحشم زي ده بلاد كيف ما بلادنا أنا تونس ما نشنا شوية ومش معقول باش الأبطال والبطلات التوينسة في الخارج تسير لهم هالظروف هذه اللي الحقيقة غير لايقة بالشعب التونسي وبالدولة التونسية وبالتاريخ ومجد الرياضة التونسية ويزي بربي ما نزيدوش على رواحنا بيدنا رأوا يمكن بقبيلة تحكيوا البلاد الفلانية تحب تعاوننا والبلاد الفلانية تحب تعاوننا أنا يظهر لي أسهل حاجة وأقرب حاجة كونوا نعاون بعضنا نعاون رواحنا مش بعضنا حازم السورة قبل كل شي تعكس يعني واقع الرياضة في تونس واقع البطل مش ترياضة تكتش كون واضحين فما جمعات يخدموا في قدمة بيه هناك أبطال يعني يعانوا في وضعيات يعني غير مقبولة بالمرة ومرات نشوفهم مسؤولين يخرجوا يقدمونا يعني هاو وإنجازاتهم لكن على مستوى الأرض كنشوفوا يعني صورة كيف نحك يعني صورة يعني تقلق برشا مستفزة نعتبرها اللي هي تفرض اليوم فتح ملف الرياضة في تونس برمتي اليوم خطران نشوفه نسمعه بليجين أولمبية بليجين اللي هي تحكي على اللي قاعدة تعمل في إنجازات كبيرة والحال اللي البطل التونسي بظروف يعني الشخصية ظروفهم تعايلته يحاول يقدم لبلاده والحال أن الرياضة حينما نصنع أبتال يجبنا نراهلوا عليهم ويجبنا نتبعهم أنت كنت أخي مراد تحكي على يعني على المغرب كيفيش تحقق مثلا يعني إنجازات على مستوى الرياضة والمقابلة الإخرانية الرياضة مش من فراغ الإنجازات هذه ثم جهد وثم مؤسسات التابعة نشوفوا يعني صورة هذه لاحظوا للمؤسسات غايبة في صورة هذه المؤسسات غايبة بالفعل بالتالي فتح ملف الرياضة يعني يفترض هي أولوية للتوضيح فقط نعرف شوي الملف متع التنقلات راه وزيدة إحنا عنا قوانين استخلي تحذير التربوسات في الخارج سعيد لأنه وانت بش تمشي تكري وبش تعطي فلوس لازمك عشرين ألف رخصة بش تخرج لا دوفيز ليس سهل لزيدة الخدمة للجامعات في ظل معناها خلينا نقول وضع إداري وتعقيدات إدارية تجعل رأس هذا دور الإدارة اللي هي تطرح يعني مراجعة القوانين لتسهيل يعني وتبسيط الأمور بنسبة للرياضيين نحكي وعلى بطلة كانت بطلة العالم في الأوسط وعندها حظوظ حقيقية أنه تبرز في الألعاب الأولمبية تتفي وغو فرانس تحق كل الظروف اجتماعية كبيرة لبنية وصلت لمرتبة عالمية تمشي التحذير في بلاد اللي عندها كما قلت أنت تقاليد في الرفع الأثقال تلقى روح في الظروف غير لايق للايق 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 لبلاد للعلم اللي هزدتوا معها للرياضة اللي تمثلها وغير لايق للحركة الرياضية في تونس كل معناها في مستوى هذا معاش فرقوا بين جماعة الرياضة الفلانية وجماعة الرياضة الفلتانية عندها برشة فلوس ثم لجنة أولمبيا وثم وزارة إشراف هذه خارجة بدربوا تونس مايش ماشية بعلم فريق معناها معين ولا نادي ولو تربص هو الأفطال يتصنعوا في التربص سمحني تبعث تبعث من بعض قرش بالرياضين ساعات البعض منهم يمشي البلاد ومن غادي يتعدى طول في مضي الساعة المضي ثلاثة مع برهين إريش حمروني باش تستقبل بالتليفون توفيق داخلية العضو الجامعي المكلف بالمنتخبات في الجامعة التونسية لرفع الأثقال بسعاد الموضوع آخر سي رفيق وفي قرار أثار ما أثارش برسا انتباه في فرنسا لأنه فرنسا لكل مهتمة بالأزمة الاجتماعية الثقيلة جدا بالأزمة السياسية بانهيار تقريب تيم لشعبية إمانويل ماكرون بالاحتجاجات اليومية والعنيفة في الشوارع ضد سلاح قانون الجيريات وقانون التقعد حبينا ركزوا في قرار كما قلت مرة مرور الكرام ولكن يهمنا يهم التوينسا تصريح لبرونو لومير وزير الاقتصاد يقول وأنه فرنسا تتاجه نحو منع كل شكل من أشكال الإشهار في العمليات التجميلية للشيريورجي استيتيك وهو قرار سيغير روكي يقول الشيريورجي استيتيك مش الشيريورجي اللي تتصورها أنتم مبرك تنجم حتى تخص الفم والسنين واللي هي تجارة مهمة قانونيا المشروع هذي عنده إمكانية كبيرة أنه يمر لأنه حصلت تجاوزات متاع شركات عملت عملت إشهارات وشركات كانت أما شركات أو حتى الطباء تسابوا في كوارث للناس في تشويه الوجوه وعدة مشاكل صحية أخرى خالي نبدأ بالمعطى القانوني ساعة أو الحاجة رفيق بجداري هل يصح الإشهار في ميدان الصحة حسب رايك سؤال وجودي تعتبر الصحة سلعة كما اللي بيع الصبات كما اللي بيع الفريجيدير وإلا هي مادة لا يمكن أن نعم فيها الإشهار ولا تقول أنت الإشهار كان موجود حتى قبل في الأربعينات والخمسينات هو الإشهار في الميدان الصحي مقنن بطريقة قوية ودقيقة جدا وكبيرة إن كان على الدول فما الدول أدوية مقنن بطريقة كبيرة وعلى مستوى الإشهار وعلى الإعلان على المساحات تخطر المراكز العمومية لا يوجد حاجة للإشهار ولكن فما إشهارات من نوع آخر من نوع الساتسفاكسيون الرضا متع الناس متع السميطار هذه زادة تدخل في عين هذه موضوع جديد جديد هو الإشهار المنصات فيسبوك انستغرام تويتر انستغرام وطويتر خاصة انستغرام عن طريق سوى محطة طب في الشيور جيسيتيك عنهم دي شين يوتيوب أنا جين عن طريق الإشهار الإشهار وعن طريق سوى الناس التي تؤثر على العباد ويقوموا حسابهم الخاص أو في ويكالات من أجنس وهذا برشا في فرنسا بريلو الشفر في فرنسا يدور 120 ألف الفلسا ويدور برشا 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 فلوس النتيجة العمل هو لا يتعطي معلومات كاملة في بعض المغلطات في الارناق في الحكاية وصاروا برشا في فرنسا وفي كالفرنسا إشارة هذه أدت إلى عديد النوازل وعديد الإصابات عند العباد نتيجة لإما البرودو الذي تشريب ما هو به أو مضر بالصحة وإلا العمليات لا يتعطي في ظروف طيبة وهل التي تحكي عليه من مشروع تقنين لا تنحيط نتيجة نتيجة لعركة كبيرة صارت بين أجنس دانفلونسور ورابور مجهور حصلوا هذه الحكاية تخرج تنطلق من أنكا بريسي نرجع لتونس خاطر عنا السوابق العمادة أحنا في تونس مربوطين بالريزوسوسيو وقاعدين نشوف في العديد من الانتهاكات للقانون الموجود البوبليسيتي في مجال الصحي كما قلت لك ما هيش ممنوعة ممقيدة بطريقة كبيرة يسر وفي الشيروجي استيتيك والدانتير في الشيروجي استيتيك فما عدد قضايا العبادية عرفوهما اللي تنشروا وكثروا برشة ساعة العروض متاع البوبليسيتي كثرت برشة في تونس وكثرت في تونس إن كان معناها خصائيين تونسيين وإلا إعلانات لعمليات تتاق على البر زرع الشعر ما تتنش موقفك ولا تعالش حاجة لا خلينا نمشيوا لأخبار مع نيسا مكشيح وبعد ناخذ موقفكم كمام حول المساعد لأخبار ونرجعهم صباح الخير لكل من التحق بنا في ماتينة اليفام مع رفيق بجدارية مع حزم كسوري ومع مورد زغيدي ومن ماضي الساعة الماضي ثلاثة لاميسون بسيب مع برهين زياد ونجيب تزيري في موعد خاص في شهر رمضان موضوعنا قد يبدو موضوع ثانوي ينسي حازم لكن يا ترحد تشكيليات كنت تحكيت علي قبليك الحكومة الفرنسية أعلنت وأنها ستصدر مشروع قانون سيمنع الإشهار في في السوشيال ميديا لكل ما عنده علاقة بالجراحة التجميلية أو بالعربية الشيروجي استيتيك اللي هو موضوع حازم طبعا ما يهموش مزيل صغير الشيروجي استيتيك لكن أكيد ما بين علاقاته ساعات يعرض شكون يتسائل هل أنه تعرض أو تعرضت لنوع مشيروجي استيتيك ولا لي باي المنع هذية وقانونيا في بلاستو طبيعي جدا دول هنالك يعني مسائل لا يمكن يعني بيها وشراعها بالتالي يعني التقنين متاع المشرع دي ما يدخل بش لضبط بعض التصرفات لمسؤولة المشرع الفرنساوي ارتقى بش يمشي للمنع وهذا سليم باعتبار حتى نحن في القانون التونسي المشرع التونسي يعني يفرض يعتبر الإشهار في بخصوص يعني الأمور التبية تعد خرق يعني جسيم وهذا من خلال مجلة واجبة الطبيب الفصل 16 وحكيت عليه مرة الهيكاة في بعض الملفات بالتالي طبيعي جدا يلزمنا يعني نمنع الإشهار خاصة أن يكون الإشهار فيه مغالطات وفيه بقصد البيع ويعني تخرج على أخلاقيات مهنة الطب اللي يعني تتميز يعني وصورتو التجميل أحيانا يمس ناس اللي هما في وضعية نفس نية معنا ماحتاجين أما عندهم تشويه ولا ولكن ولكن ولت عمنا وقت صارت بوليمية كبيرة بين عمادة الطباء والدونتيست بين كذلك عمادة الطباء والشيروجية وجمعت شيروجية استاتيك على عمومهم قال خنتوما أنتم لا تواكبون العصر ورفيق بجدريج بد على تركيا قال كاول مثال التركي البيبسيتي مسموح هل نواكب العصر ونعتبروها مادة قابلة للإشهار أم نمشي وكما قلت أنت في موقف يبدو موقف مبدئي من يعريض ويقول أنت مكش براجماتيا سي حاصل اللي كهيك التابع في التصرفات بعض المخالفين للمسائلة وخاصة لكن وين تبدأ المخالفة المخالفة يعني أخلاقية المهنة متاع الطب هي مرفوضة يعني الإشهار في الطب باعتبار أن المسائل هذه التي تهم الطب ليست للبيع ليست أشياء يعني يتداولها الناس كي ما أقول لك بيك مش سبات ولا كربة ولا جوي خاصة كي تعرض المسائل الذي البيع مثلا عملية تجميل تقدم شخصية معينة هما شي قولوا ونجيك رفيق مثلا في الشروجية إستيتي يقول لك أخي عليك تمنع فيها لكي نضع صور متاع حرفة ونحب حرفة هما سيدي باسيان ونحب كيف 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 مدينة ونحب حريب هيا أنا حقني لا نستعمل حرفة ونحكي عن طب يقول أخي أخي عندي حرفة عندي دي باسيان جيو نحب نحب بفم وعين وهو بعد ما عمل تدخل على فم هاو كيف تمنع ني من هذا نقطة الأساسية في الموضوع ذا هو المعلومة تتعطي إذا ما تكون صحيحة وإذا ما تكون تستند إلى معطيات علمية والتقييم خطر الشيور جيستيتيك بالعين وأمور معناها الجمالية ولكن راه النشاط طبي من يجب نساوي نشاط طبي نشاط طبي يقوم به طبي في قاعم تعمليات بالبنج ساعات وفي تقنيات وفي مضاعفات سنذكر ولد المغني المشهور الذي توفى بالحسين الأمر هذا هو أمر طبي جراحة طبية صحيح تمشي للجانب الجمالي في هذا الجانب روجه في هذا شير جيد لسلويت أنواع المختصين يعرفوها أكثر من غيرها ولكن تبقى الإطار العام هو إطار طبي علمي فبالتالي المعلومة تتعطاها بصفة دقيقة وترتكز على معطى علمي حاجة ثانية من المتعاب في الفرنسوية أهل المشكلة كونه هو الفيلتر الذي غالب سيدلنا الفيلتر في المشروع نسمع لي من فرنسا داخل بعضها لأسباب الاجتماعية تركح ربما نسمع كميليوتي ميديكال نتبع الموضوع أنا تقديري شخصي تقديري شخصي كونه يجب نعطيه المعلومة تستند إلى معطيات علمية دقيقة ما معناها معناها سمحني قلت عليك رفيق ولكن أنا عشت صحفيا الموضوع هذا طبيب معروف سكروا عليه وقت العمادة ولا أعطيته عقوبة نسيت بالضبط ما الملف يقول أخي أنا عندي ما يثبت لتصور صحاح والذيك رأوا الفم اللي ركبته ولا الأسوان اللي عملته على الفم رأوا صحيح أما أنت تقول المستهلك ما عنده حتى شي ما يثبت المستهلك المطلقي المتع العلاج ما عنده حتى شي ما يثبت والمطلقي المتع العلاج يكون على بين نوع العملية ومتع شروط ومتع النجاح وخاصة لريس كاليفة هذه حاجة مهمة الحاجة الثانية اللي يجب يعرفها كونه المضاعفات متاحها رهي ككل مضاعفات متاع أي نشاط طبي خاصة أنه طبي مطالب ببذل العناية الحاجة الأخرى بذل العناية بالمعنى القانوني يجب يعمل كل مجهود أحيانا على غلطة متفهمين مزيد ما تجب تعطي معطيات غلطة تجب تعطي معطيات يحب يلقى حل مشكلة في وجه ولا في بدن ولكن الوضعية زادة عنا في بلادنا تنجم ونمشي بها إلى أمور أخرى هي الترويج التي تواق على الشبكات التواصل الاجتماعي فيما يخص المواطنين وشبه الأدوية الموجودة وشبه الطرق العلاجية اللي هي باب اخر كبير كبير والي يضر في المواطنين اللي قاعدين يشريو ونجيهم بضاعم ساعات ما تسوى حتى شيء معنى ما تسوى حتى شيء ما عنده حتى إفي ولا ساعات عنده إفي أنت حليت لباب رفيق بجاني دور كون حبيت مرة من الموضوع حبيت نحك فما نظرية من طرف مجموعة من الأطباء اللي يدفعوا يقول كذيك سيدي ما تذرش حتى كان ما تنفعش ما تذرش تشنو على المدافعين يعني المدافعين هو نشاط يجاري وكل واحد يدافع على مصالحه يضرب على دربه يدافع على المصالحه المالية ما تذرش ولكن تجمو 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 تبدأ مش مصنوعها في سلسلة فيها كل معناها ظروف الجودة والسيكوريتي معناها متاع العملية الزمانات 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 متاع العملية لكن رفيق بجاري كي نارجو حكيت الطبو والإدنتيست وكل تعرفش يقول لك نفس شي اللي قلت الحازم ليس كولك سي رفيق أنت قل سكول أنت مكش متفتح للتكنولوجيا شوف رسائر في تركيا يعملك العملية عديها اندريك وقت يبدأ في أوج هالثورة الرقمية الكبيرة سيت ريفوليشون نوميريك ديجيتال اللي تخلي كل إنسان هو عنده وكالة علام خاصة ولكن كل مواطني ولي ميديا كل صاحب صنعي ولي ميديا النجاري كل ملك هالنشاط هالعملية اللي فيها حرية متاع الصورة ومتاع الوحدة إذا ما زادت تكون مش مقيدة بمعنى مربوطة إذا ما تكون في إطار قانوني اللي يحفظ لك أنت مصالحك باش توري خدمتك ولكن يحفظ لليانك كام مستهلك متاع دواء ولا متاع كرسي ولا متاع منجالة ولا متاع ستيلو ولا متاع جراحة يضمن لي زاد حقوق ويضمن ويدافع على الناس اللي تخدم واللي هاز العالم متاع النزاهة واللي هاز العالم متاع الترانسبرانس نذكر أن كل بناء قانوني خصوصا في المسائل الصحية روزادة يهدف لحماية الناس من المدجلين يعني فما الدجالين والدجال اللي يبيع لك صبات على اليميت يا سيدي صبات يقلقك في صبعك الصغير وتعدى لبس لكن وقت يبدأ الدجال طبيبة أو طبيب في ميدان الجراحة ينجمي يعملك التشويه البعيدة يقعد لكم عمرك الكل وجود نصوص قانونية عنده معنى بالنسبة المشرع التونسي أحدث عديد النصوص القانونية وخاصة يعني المحاكمة اليوم تشهد بعض القضايا تهم أخطاء طبية الخطاء الطبي في مثلا في التجميل في مسائل أخرى وبالتالي تدخل المشرع هو بقصد حماية أوضاع قانونية معينة وتفادي يعني السقوط والإخلالات وخرق القانون مثلا وأختم سوط وزادة يقولو لك حاجوك رئيسي رفيق وحافت سيحاز ها أنتم ضد البزنس والصياحة والصياحة الصحية اللي يجيب الميكرو رفيق اللي يجيب في المليارات وتخدم في التوينس ما يزمش يكون الحكم الزاوية ليس على خاطر فما السياحة معناها الطبية الناس الكل يجب أن تغمض عنها على تجاوزات السياحة الطبية اللي يناشح في تونس قاعدين يقوموا بها الطباء ومراكز استشفائية ولا مراكز التداوي بالمياه المعدنية يخدموا في خدمة أو حتى الجراحة الجراحة تجميلية معناها الطباء روج جراحين سياحة الطبية سياحة الطبية تقدمت بالناس ما يلزمش سلوكيات جديدة تفسد على الناس اللي بناه هالمرتبات شوفنا قبليك فرنسا إذن ستمنع كل إشهار على وسيل التواصل الاجتماعي فيما يخص الشيروجي استيتيك أنت مع هذا في تونس أنا مع هذا مع هذا أما مش بمفهوم انعدام قلت لك أنا في قلب الثورة الرقمية ما يعني ديجيتال ما يعني يلزم يلزم قانون إطار يحدد كيفية السورة اللي مش تهبت وإشار ما كنت مع المنعة التام أنت معه تقنين وتأثير تأثيره قانونيا لحماية المصالح اللي عبدالكل وزارة تجارة تحط رقم أخضر للمواطنين بشي كلموها وقت يشوفوا الاحتكار هل هذا هو دور المواطن ولا ليه نكتشفوه بعد البود مورات الزغيدي على إيافام أحلى غديو التسعة غير درجين على إيافام على رفيق بجدرية محازم الكسوري نتترق إلى موضوع وزارة التجارة اللي حطت يا سيدي رقم أخضر على ذمة المواطنين بيش يتصلوا به إذا كان رأوا احتكار فولله يكررين أنه المواطنين يتصلوا في حالة غلاء أسعار الزموع نجمون تفهم ولكن الاحتكار اللي هو قانوني نسي حازم تعرف اللي هو مفهوم غير واضح يعني ما عرفوش وين يبدأ وين يوفى الاحتكار تراها خطوة معقولة من وزارة التجارة أم أنه تراها فيها نوع من التملس هكا من المسؤولية هي يعني فكرة يعني محاولة للمشاركة وتشريك المواطن في الجهد متاع الدولة لضرب الاحتكار لكن يجب أن تكون يعني خطوة مدروسة باش ثم أطراف ما يستعملوش الآلية هذه الإبلاغ يعني على الاحتكار لتصفيد حسابات يعني خاصة وهذا يعني مهمة برشة اللي لزبنا نكون وهو شو تعرف الاحتكار بربي قانونيا أنا لاي عام حاول نفهم شو التعريف الدقيق الاحتكار هو الشخص يعني يحتكر سعوين موجود تعريف هذه سمحني مستاذ أنت يعني موجود في مجلة معينة الاحتكار يعني يخفي يخفي أنا نقول لك في لغة تجارة يعمل في الستوك فماش يتجرم عندوش الستوك الاحتكار هو شخص عندو ثم برنامج كامل اللي هو إخفاء بضاعة معينة يعني واستغلال ظروف السوق ويخرجها في وقت معين بالتالي بهدف يعني تحقيق أرباح طائلة أما مانيش نحكو على الستوك هي لكن هي زادة الاحتكار هي تعريف هي تعريفات تقعد غامضة على أرض الواقع تقعد غامضة رفيق مجالي ما عندكش إحساس وأنه هالتركيز على الاحتكار على المضاربة على غلق لاسعار وإن كان واقع غلق لاسعار ظاهرة عالمية ما فيش كلام لكن حكاية التبليغ وكل قاعد يخلق في جو من الأخر معنا بدايته نية نجم تكون نية بها ولكن قاعد يخلق في جو بتعترهيب على التجار والعطار وكل اللي هما زاد جزء من المجتمع التودس ايه اكزاك تمام أنا بش ربما تولي فيها بلاغات برشة بلاغات كذبة لأنه المراقبة المراقبة الاقتصادية والمراقبة التجارية هي من دور الدولة والناس المعهود المراقبة الدولة هي اللي يتراقب الدور المواطن هو في يشري ولا ما يشريش إذا كان تلقى أسعار مشطة يا مواطن يا مواطنة ما تشريش إذا كان الأمر ما واش حياتي بالنسبة لي كنتي ما تشريش دور المواطن مش مش يعس على عملية التوزيع ولا بش يراقب عملية التخزين هذيك دور الدولة ودور وزارة التجارة والأجهزة أخرى وهو من حلو قوس البارح في سيد حسين فما من مراقبين متع وزارة التجارة مراقب الأسعار تم الاعتداء عليهم في سيد حسين واليوم بريف هذي دور الدولة المواطن السلوك المواطني السليم واللي نجم يتحكم في السوق هو كي يلقى حاجة غالية ميشريش بالضبط اللافة اللي حاشته بخمس ميل جرام مش لازم يشري اللي حاشته بخبزتين مش لازم يشري ثمانين قبزة تعرف رفيق بش قوس عليك بش ناخو معايا عيميد البيهي رئيس الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة ببنعروس عيميد مرحبا بيك سيد الغالي إن شاء الله نهاركم مبارك وإن شاء الله رمضانكم مبارك إن شاء الله بربي التماني اللي تيكا ما زالت تخدم لعبيت ما زالت موجودة نعم موجودة نحن خوفنا في بيننا حرقتوا لكل مشيتوا لامبيدوزا ما عادش نسمعوكم في خذم النقاش الاقتصادي مدى المثال مما سانع تنزجوا وطجار وناس يخدم مرحبا بيحولهم مدود ألحب لتكاري ما نهيشي ما نهيشي 4-5 منت لتكاري وكسناعيين بيخدموا كرجال الوطنيين بيخدموا 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 4-5 منت لنفتكم موشي 4-5 منت موشي نحن نحلوه يسي عماد ملف لتكار في عنا أجندة بينتو الصمت المدوي لرئيس لتكاري والغياب التام للبيانات المشاركة في النقاش الاقتصادي يسي عماد احنا بشو قعدو في مسلا خلينا نقولو محلية اسمعت نقاش قبليك حاجة بي انو المواطن دخلو الدولة دخلو ما سمي في مقامة الاحتكار ونحطه الاحتكار ما بنظفرين هل سيكون مواطن يعرف ما معناه احتكار والله لو زي ما نعرفه سعى الاحتكار ضحية خطر هو المواطن هو اللي ينجم يكون مسؤول وفي أين واحد ينجم يكون ضحية أول حاجة سعى القوانين اللي تعمل عزار التجارة وبتاع التسعير سعى ما تكون سعى نابعة من الواقع ما تكون مشاريع بتاع برويت واحد كما على سبيل الدك والهو تحديد التسعير بتاع البنان وبتاع التسعير اللي صار والغير تشاور هذا الفكر اللي حبيت مرارها وتكلفة تكلفة تكلفة بتاع منت وجيت تكلفة أكثر من التسعير اللي صارتها تزار تزار تجاه انت شفاش حاجة أغلى منها وجيت سعالها بقى قلص دونك البنان في خمسينيات مستحيل باش البنان يتكلف خمسينيات كما ديو أنت يغزار تجاه خوض التكلفة بخداش تكلف البنان من المنتج بتاع وحتى اليوس لكل تونس وبعد أعمل هيا مش ربح أما انتي سما بنان تعمل يتكلف أرخص حتى بلثين ثلاث لكن سما بنان يجي يجي من بلايس من أخرى يتكلف أغلى مكاك ونحن هل يشتغل وقالينا المعناها من القفة المواطن مركزنا كان على البنان ولحد وطفيح شو هو مسيك تم نسمى حتى حتى بارب عليك تم يسمى أهم حاجة تم الفلفل التماطم البتاتا الحاجات اللي لازمة والمواطن هو روي نجم حاجة ما تعجبوش حاجة فالي ميفوه اشتغل يطلب مدة طويلة لكن مش تجاوبنا بسرعة هل أنه فكرة التسعير من طرف الدولة فكرة ناشحة هل أنه نزول الأسعار ما ينجمش يكون نتيجة المنافسة الحاجة تحبها تحبها تغلق سعر يتخليها هذي جملة مفتاح هذي نقيدوها وهذي جي تي تركبي حاجة تحبها تغلق سعرها إذا ربناها حتى بإمارش يقروا وقت يومكش لنحدث قط تنفل تنفل يخلق دونك توجي لعباد خبيه توجي لعباد حبه هو تلقى يتكلف لدينار وتسعر بنفين ماذا لي يش كل شي برخيص بشي دونك تخليه كما حريت السوق سوق عرض طلب انت ينقس الطلب والعرض برجة بتبع توسوم يتيح معناها دونك هو كونسوماتير المواطن مستهلك هو لي نجم يحد بالشوق نعيش ليش يا أخوي حاجة ما تعدنيش ولا حاجة من غالية ولا حاجة من سحق ليش ليش وترخص اما عندي قد سأرها وليت تولي الحاجة ذا الممنوع وتولي فيها مرغوبة وتولي زنك ثم مع مراقبة المسيار المسيار التوزيع راقب المسيار التوزيع ورقب وحاجة أخرى تولي الظاهرة المدهدي تلقاه واحد مريق يهد وليه يبرد يدين السيدة وزير تزير تجار رأوني سينجد المنظمة مش نهد عليه ونشوه ونثور له وفي الأخير يطلع ذري وإذا سعر سير برش حبيت تسأل سؤال رفيق حبيت نحييه ساعة سبعة الخير ونسأل وقاله دور الفضاءات الكبرى في ضبط الأسعار ضبط الأسعار المواد الاستهلاك الحم وغيره في تونس هو رو بالنسبة الحم تسمى التكلفة رو الغلاق بتاع العلاق وغلاباش حاجات هين تخلي التكلفة تتكلف دونس أوتوماتيك ما باش باش تغل لكن هون يدور الدور الدولة يجب تما الدور الدور تعديلي واختشوف حاجة نقصة ولا حاجة غني هين تدخل باش تعدل موش بصيفة مباسرة باش تحدد الساعة توفر توفر الأشياء توفر مثلنا العنفة رخص بشياء ديك ثم تتحدد السوء من الفينال وما تعرف التكلفة باش تكلف خطرا شوفنا في بلدين أخرى شوفنا في بلدين أخرى أجنبية يقع وفاق دي كارتيل اللي حدوا في فرنسا مثلا اللي حدوا أسعار يتلموا أربعة الخمسة ولا الستة اللي بهم الفائدة ولي عندهم عنها الفينومين هذي أو ما عني والله دي تونس أنا مشكلة باللهفة وكان التنح اللحفة تو كل شي يرجع مريقل وكل شي يكون شي متوفر دي حول له فما أجواء تحس أنه أجواء متعتريب شوية على التجار اليوم في تونس عامل لباية في 30 ثانية بالنسبة اللي يعمل خلص بالنسبة اللي يساهم في الاحتكار ويجواء شعب التونتي فما تلما لكن ما نحطوش نسخول بشكارة واحدة وتولي ابتزازات وتولي ترغيب وتخويف هذي من الأشياء اللي خلي تتجر معنا شي يقدم على البشي الشي اللي يعمل يخلص شكرا لك عماد البيهي رئيس الاتحاد الجيوي للوتيكا بن عروس نعم نعم لوتيكا تكلمت يا جميع لوتيكا شي كبير اليوم معنا هرمنا من أجل هاتي اللحظة شكرا لك رفيق نخليكم عاجيهين في ميدياماك سيمي بن نور خلود مبروكم بعض برهن بسيس شكرا لك حاز مكترون يتلقوا غضوة من الثمانية للتسعة على ايفام في الويت نوف ومنتغو نتمنى لكم شي طيبة بعد شوية جيكم جيهين بن عبدالله في ميدياماك